السلام عليكم ورحمة الله جاي على كفرسوسي على أمن الدولي فرع ال285 خليكم معي وصلت فرع ال285 أمن دولي فرع التحقيق طبعا كدت موقوف في هذا الفرع لمدة 3 شهور وعش تيام في أواخر عام 2006 من الجهة في عمق الصورة مبنى رئيس الفرع كان يومها علي خلوف ويوجد مفردات التحقيق ومكتب التحقيق في هذا البناء وأيضا هذا البناء هو للمنسيين طبعا أنا قضيت من 3 شهور وعش تيام بحدود شهر ونص في هذا القسم الشمالي بدون ضو بدون تنفس هلا بنشوف كانت غرفة الأمانات على يسار الباب من الباب هون سلمت الأمانات وكل شي ودخلت من هون للتحقيق خضيتها بالمفردة رقم 3 بالمفردة رقم 5 على صف مكتب التحقيق مكتب التحقيق سيكون هلا هذا هو مكتب التحقيق هذا هو مكتب التحقيق هون هذا هو مكتب التحقيق هذا هو مكتب التحقيق لنقل اللي بين الثلاثة وبين الخمسة هذه أربعة هذه الخمسة طبعا هنا هناك تنفس لأننا لم نكن نعرف هناك تنفس أبدا أبدا لكنها لما نطلع الحمامات السجان يهدنا للأربعين ما خلصنا يدفع إلينا الباب في التحقيق المترجم 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 بحق المترجم هنا مكان الناس تنفسهم في هذه المترجم هنا نظر هنا مطمشين وكلبشين لا نرى مكان الناس كلها اسمعوا ايضا هنا هذه المفضل رقم 3 كلها صوات التعذيب والأثل والكهرب الحمامات جميل هذه الحمامات كان هناك ملح كنا نجتهز يجبونا الأكل بعد ملح حاولت أسرق قليلة ملح ضليل 3 أيام سأكون قتل عليها كرمت فقط الحمد لله الحمد لله بعد 6 آخر يوم من توقيفها يجبونا كثير من التحقيق لا يدخلونا المفردين لا يدخلونا المفردين هنا تحت الدرج هنا تحت الدرج فورا أحنا وقام باستخدام يجبونا المفردين يجبونا أن يجبونا يجبونا ويجبونا 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 في كل يوم من الصبح يجبونا أن الرئيس الفرق يضب فيها اسمه البروقة وهي سلجان ثانية اسمه مرتفة يجبونا أن الرئيس الفرق في الطابق الثاني رئيس الفرق كان هذا المدير مكتبه هؤلاء مكتب رئيس الفرق هذا كله مكتب واحد كان علي خلف لما خلصنا تحقيق الشهر الأول نهاية الشهر الأول 2007 حوالونا على القسم الشمالي طبعا هاي شرعة كلها استرجاعها الآن لأنه كنا مطمشين مكلبشين هذا هو القسم الشمالي للمنسجين إضاءة مافي تنخص مافي هذا المفردات طبعي تعمل اليسار على اليسار يا جماعة إضاءة مافي المفردات تعمل اليسار في الطابق لن تتذكر المفردة بكانت على اليسار صحيح الرابع هذا واحد، اثنين، ثلاثة، هذه الرابع أنا أكون فيها بالرعب الحمد لله حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله يأتي بس مجرزة عبادة الحمد لله حمد لله حمد خلص ست صار فالله حمد لله حمد صار شباب كيف بشرة تحمل كلها الضلم كيف بشرة تحمل كلها الضلم طبعاً ما كان فيه بطنيات ولا كان فيه مخدات ولا كان فيه شيء وإياه من نتبول ونتمرز جوال منفرد ورغب الى حمد لله 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 عشنا وشفنا هذا الياه اليوم الذي يدخلوني على مكتب في الصدر مكتب أتمتي لا أعرف من يدخلوني لا أعرف من يدخلوني لا أعرف من يدخلوني أمدلا انا الأن من يدخلوني من باب الأليم أمدلا هذا محمد منصر خرجت من السجن كان شهر 3-2007 خرجت في دون وطماش وكنت اول مرة بشوف الضو بعد ثلاثة شهور عشتيان كانت الشمس تير تير قوي ما قدر تطلع في الشمس ما قدر تطلع في الباحر حطيت ايدي على عيوني ودخلت للمبنى التاني استلمت الأمانات وحطونا بسيارة ستيشن اللي كل السوريين كان يخافوا منا واخدونا على الأسرة العدلة من بعدها شوط عسكري من بعدها قضاء عسكري من بعدها سجن عدرة من بعدها فرع فلسطين وباشرة الدورة تبع الأم السياسي الجوية تيك لحتى الحمد لله الله فتع سمع والحمد لله ان الله احيانا لهذا اليوم الحمد لله رب العالم الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر